اشتركوا في القناة احنا متفقين وحاجة كده هتعجبكم ان شاء الله بالنسبة ان الدنيا حار واحنا في موسم المنجا فقلنا لازم نعمل حاجة ايه بالمنجا كده ونستغل بوجود المنجا فقلنا نعمل ايه تشيز كيك بالمنجا يارب وصفة النهاردة تعجبكم يلا بينا بقى نشوف ايه نشوف الفيديو اول حاجة معنا هنا كريم شونتي انا بستعمل الكريم شونتي الخام اول حاجة هعملها احط كوباية الكريم شونتي بس مش اقدر اقول لكم على المقدار بتاع ايه بتاع اللبن لازم اللبن يكون متلج هضرب الكريم شونتي بتاعي ده معايا لحد ما وصل للقوام اللي انا عايزاه وبعد كده هحفظه في التلاجة ايه هحفظه في التلاجة شوي انا كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه وهاخده وحطه ايه في التلاجة واشوف اللي بعد كده انا عايزة طبقة بتاعتي بتاعت الكريم شونتي تبقى سميكة حطه بقى في التلاجة وبعد كده هنعمل ايه قطعنا المنجة مكعبات جهزناها برضو للوصفة بتاعتنا وبرضو هنحط المنجة معانا في التلاجة عشان كل حاجة تحت ايدينا كده تبقى جاهزة هنحط المنجة في التلاجة ونبدأ في الكيكة بتاعتنا مقدير الكيكة بتاعتنا هنا كوباية سكر حبيبات بس يكون ابيض وكوباية ونص دقيق على 3 معالق نشا على معلقة كبيرة بيكنج بودر او كيس بيكنج بودر وبمقام معلقة كبيرة يكونوا لازم يكونوا منخلين لازم الوصفة دي يكونوا منخلين ومعانا الكيكة النهاردة من غير ولا زيت ولا سمنة معانا هنا خمس بيضات ومعانا هنا ربع معلقة فانيليا وهنبدأ بقى ايه نعمل الكيكة اول حاجة معانا هنحط البيت والفانيليا طبعا ونضرب البيت ده جامد جدا جدا لحد ما ايه ما حس انه ايه انه علا شوية كده اضرب البيت وبعد كده هنزل بالسكر وبعد ما نزلنا بالسكر طبعا لازم نضرب الخليط ده بتاعنا جيد جدا 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 عشان خاطر الخطوة دي هي نجاح الكيكة بتاعتنا اللي هي الاسفنجية الكيكة دي مش عالية خالص لانها هي كمان بدون سكر بدون زيت اسفة وبدون زبدة بدون سمنة بدون اي دهون خلاص لازم من الايه القوام يبقى معايا زي ما انتو شايفينه كده هاجي بقى انزل بالدقيق والبيت فينج بودر والنشا المان خلين شوية بشوية انزل زي ما انتو شايفين كده شوية بشوية شوية وهضرب شوية وهضرب عشان لازم الخطوات دي تتعامل في الكيكة عشان ما تطلعش مبلطة مننا على الآخر لازم نجاح الكيكة دي تفضلي تضرب فيها جامد والدقيق يدوبك شوية الدقيق يتوه معايا اضرب تاني لحد ما اوصل للقوام اللي انتو شايفينه الجميل ده كده ما شاء الله بقت جميلة جدا معانا والقوام بتاعها بقى جميل اضرب فيها شوية سغنانين كمان وبس كده خلاص كده شوفوا القوام جميل ازاي ما شاء الله نزلها معانا ازاي تمام قوي كده دلوقتي بقى هجيب صنية حطى فيها ورق زبدة بس ولا مدهونة اي حاجة هنزب الخليط بتاعي وفتح الفرن بتاعي على درجة 200 وبعد كده هسيبها 10 دقايق على درجة 200 وطبعا هي في الرف اللي في النص وبعد كده هنقوم ايه مقللين درجة الحرارة شوية لحد 170 وانسيبها نص ساعة يبتاخد نص ساعة بالزبط 30 دقيقة بالزبط انا نزل في المعلاقة كده وهساوي اساوي الكيك بتاعتي كده ما عليش ورق الزبدة ده ما طلعش حلو على فكرة مش حلو مش عاجبني في ورق زبدة بيبقى انا عمين كده بس الصراحة احنا ملقناش غبدة حوالينا يعني خلاص ادخل بقى الفرن السخر على درجة حرارة 200 بعد كده اجعلوكو تاني درجة الكيكة بتاعيتنا طلعتها يا جماعة طبعا زي مش عالية زي ما احنا متفقين هي بتطلع كده هنزل بالكريم شانتية واحط الطبقة السميكة بتاعتي وانا جنبي هنا طبق في جيلي مانجا انا طبعا الجيلي ده انا مدوباي في ربع كباية مياه سخنة وفي نص كباية مياه ساعة بس هنزل دلوقتي بالمانجا بتاعتي وانا عاملة الجيلي ده ليه عاملة الجيلي ده عشان ألمع به المانجا وبرضو في نفس الوقت يخليلي الايه اللي تشيز كيك بتاعي متماسك وكويس هنزل بالجيلي بعد ما حطت المانجا طبعا مش هحطه في التلاجة الجيلي انا هدوبه وهاركنه عروخامة كده جنبي بعد كده هنزل به مش مشكلة اي حاجة تقع مننا الكيكة بتاعتنا هتشربها تمام ويخش يعني جوه الكيكة كده تخليه طعمه جميل جدا خلاص احط عليه كده ازا انتو شايفين كده بقى بتخلي المانجا عندنا لفترة اطول بتلمع يعني لو قعد في التلاجة لفترة اطول بتلمع مش بتطفي المانجا لما بنحطها بتطفي وبتصمر لا هنا جبت الكريم شانتي بتاعي وهزوى زي ما انا عايز اي حاجة انا كنت تعبت هنا لاني كنت واقفة في المطبخ من الصبح فانا ايه قلت اي منظر يعني اي منظر يفرح لولاده وخلاص يعني انتو في ايدك ان انتو تزوّج هاجمل من كده بكتير هزوّقها بالكريم شانتي كده اي حاجة انتو عايزاه انا كان ممكن اخلي كريم شانتي كتير بس انا عايزهم يحسوا الطعم المانجا اكتر دلوقت احنا خلصنا كده الصانية المحترمة بنت الناس دي هندخلها بقى معانا ايه هندخلها معانا التلاجة لمدة ساعتين او تلات ساعات عالاقل عشان تعرفي تاكلت شيس كيك ايه جميل انا جبت كده الجيلي وبقيت الجيلي ونزلته كده ايه كما نظر يعني وبرضو لما هيجمد في التلاجة يبدي طعم نحطها بقى في التلاجة ونستنى ما تطلع معانا دلوقت احلى تشيس كيك طلع معانا هنقطعوا بقى القطع اللي احنا عايزينه عايزة قطعهم ربعات عايزة قطعهم ثلاثات زي ما انا عايزة انا هقطعهم عاكو عشان اورره لكم ان شاء الله وصفة سهلة وجميلة وبما ان الدنيا حر بقى والمنجا بقى طبعا ما فيش احلى منها زي ما احنا اتفقنا انت ممكن تعملي تشيس كيك دو فراولة اي كيوي اي حاجة انت عايز اي نوع فكانت عايزة انا عملت والصراحة فراولة قبل كده وهعملوا معاكم فراولة برضو وعملت منجا خلاص اطلع كده قطع بقى ووريكم شفتوا جميلة ازاي والكيكة بتاعتنا هشة وجميلة والكيكة دي احنا متفقين ان هي مش بتبقى عالية خلص يا جماعة خلاص يا رب بقى يكون الفيديو النهاردة عجبكم وبإذن اللي هيعجبكم تمام ما تونسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ساعة دورانية ويا رب الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة